لكن امبارح بعد اذاع التقرير ابننا الجميل نجاتي اسامة دسوئي حفصت اسمه وقال ثلاثي اللي جي من كفر شكر انا كنت بقول كفر الشيخ هو قال من كفر شكر اللي جي من كفر شكر وردود الفعل لا تنتهي ولم تنتهي اللي كلمني قال لي يا كابتن شوف لو في عملية جراحية انا مستعد العملية جراحية من اولها لاخرها في تدخل طبي فيه فيه اللي انت عايزينه احنا تحت امر حضراتكو كان من اكتر من واحد الحقيقة وكتير من محبي ومن عشاق النادي الاهل وكتير من الناس الطبيعيين اللي كانوا بتكلموا كانوا فرحانين لفرحة نجاتي لكنه الحقيقة احلى تعبير اريته كان وانا نسيت الحقيقة لزملائنا في الاعداد وفي الاخراج ريتي يحضروها يعني لما كتب زي مننا محمد فارس على تويتر ابعافش اقول اكس دي اسمه تويتر بالنسبة لي النور مكانه في القلوب فعلا النور مكانه في القلوب لانه ودي طبعا اغنية عبقرية لمتحة صالح فيه فيلم عدل امام فكروني باسم الفيلم مش كورو الظلام الفيلم الجميل من افلام عدل الامام الرائع يعني فامير الظلام صحيح فهو ده التعبير الاصح النور مكانه في القلوب نجاتي مبارح يعني لو قدتها عشر تلاف مرة حفظة عشر تلاف مرة متأثر جدا جدا بيها وللي ما شافاش مبارح هنا وللي ما شافاش على السوشيال ميديا بفرجه له تاني هذا الولد اللي يعني يعني حرم من نعمة البصر لكنه ربنا اداله كتير جدا جدا نعمة الرضا مش عايز اكرر كلامي مبارح نعمة الحب نعمة السعادة كل النعم اللي ربنا صحيح وتعالى ممكن بيحرمك من حاجة يعني يدي لك اختبار لكنه ينجح في اختبار برح جات لرسالة وانا يعني ممتن جدا للانبابولا واذا الرجل الكتير بيعرفوش يعني ده من الشخصيات العظيمة عندنا في طنطة وعند اخواتنا المسيحيين شخصية كبيرة وقامة عظيمة جدا وهو بيكلم على الولد ده وهو فرحان جدا جدا به هو سيدنا بولا احنا بنقول سيدنا الانبابولا يعني هو عامل في طنطة مشروع اسمه الفولك هذا المشروع لكل يعني اللي عندهم يعني بعضا من القصور يعني وانا دايما بروح له الاحتفالية بتاعته بروح بأفطار في رمضان افطار في رمضان وبيعزمنا على افطار رمضان وتشوب المجتمع المصري بجد واحنا بنصلي المغرب عنده هناك يعني فكان سعيد جدا باللقطة وبال يعني بالصورة وده من الحاجات اللي اسعدتني جدا جدا وفرحتني جدا جدا سبك انت بتكلم عن نسيج الشعب المصري كلام بقى خلاص ايب ان احنا نقوله لكن قد ايه كانت ردود الفعل دكتور سامي عبد العزيز استاذ الاعلام العظيم بعت لرسالة الفجر قال لي ابكتنا يا اخي والله كتير من الناس بعتولي رسائل يعني مش عايز اقولكو عاملة ازاي دكتورنا الجميل محمد العدل ناس كتيرة جدا الحقيقة بعتوا وكتبوا وقالوا انا ناسي والله بقيت الاسماء من كتر الحالة اللي الواحد فيها يعني فيعمنا جاتي بدتنا درس ويا عمنا جاتي يعني كتست فيروز ربنا اديها الصحة بتقول زروني كل سنة مرة انت زرنا كل ثلاث شهور مرة وعايزين نجيبك هنا واتنورنا ونفرح بيك ونفرح الناس بيك الناس كلها يا عمنا جاتي سرقت الكاميرا من هنا كلهم عايزين يتصوروا معاك قول لي اعمل ايه بقى بص 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 بيلمس الارض التنجيلة بتاعت النادي الاهلي بص يعني هو شايف الاحساس بيبقى احلى من الرؤية الاحساس بيبقى اجمل من اي حاجة فهو الاحساس عنده عالي وبشكر زمالتنا سالة حامد اللي عملت معاه اللقاء مبارح والحاجات دي ممكن مشوفتاش مبارح فبنعرض لكم كمان لقطات تانية ليه ابننا نجاتي يعني مش عارف اقول له ايه والله على صغر سنك يا ابني لكن ادتنا دروس كتيرة جدا وحرجع تاني اشكر كابتن محمود الخطيب على حسن الاستقبال والضيافة والابوة اللي كانت معه نجاتي واشكر صدقنا العزيز طريق انديل عدو مجلس ادارة النادي الاهلي اللي كان لدور كبير جدا في اتمام زي الزيارة وحبيبنا الجميل هشام جمال الحياة اللي رتب بكل يعني همه هذا اللقاء ودكتورنا الجميل دكتور سعد شربي مدير عام النادي الاهلي وكل قيادات النادي الاهلي واستاذ خالد مرسي وكل الناس اللي موجودين داخل النادي الاهلي لانهم الحقيقة يعني بمنتهى الامانة كده ادخلوا البهجة والسعادة والفرحة على قلوبنا قبل قلب ناجاتي شكرا ناجاتي اسعدتنا وفرحتنا ودايما رب الفرحة تبقى موجودة وتاني زي ما قال فارس النور مكانه في القلوب موسيقى